ثانيا أنه يقرر أن السلفي لا يخرج من السلفية ويصير مبتدعا بمخالفة واحدة سبق تقرير مسائل مهمة منها لا يخرج السلفي من السلفية بمخالفة كما يفعله المتعجلون وزعم أن هذا هو كلام المتعجلين كما استمعت الآن وهذا الكلام الذي ذكر الدكتور الهواري مخالف لأصول ومنهجه للسنة والجماعة لأن الإنسان قد يخرج من الإسلام بالكلية ويكفر بالله بمخالفة واحدة ليس من المنهج فحسب فمثلا إذا سب الدين فإنه يخرج بهذه المخالفة الكفرية الواحدة وقد رد الشيخ العلامة ربيع ابن هادي المدخل حفظه الله تعالى على الدكتور إبراهيم الرحيلي لما أتى بمثل باطل الدكتور الهواري في هذه المسألة فقال العلامة ربيع في معرض كلامه وهذا تعريف وتقرير عجيب مخالف لأصول ومنهجه للسنة والجماعة وأحكامهم فالخوارج الذين ذنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرا منهم ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبار من الظروب إلى أن قال والسلف لا يشترطون للتبديع اجتماع الصفات التي سردها الدكتور إبراهيم فهم يبدعون بل يكفرون بمفربة واحدة من مفربات العقائد إلى أن قال حبيبه الله ولما قال المعتزلة في مرتكبي الكبائر بأنهم في منزلة بين المنزلتين لا كفار ولا مؤمنون بدعهم العلماء وسموهم بالمعتزلة ولما قال من قال من أهل السنة القرآن كلام الله لكن لغي به مخلوق بدعهم أهل السنة ولما ضل المرجعة في تعريف الإيمان فقالوا إن العمل ليس من الإيمان وإنه لا يزيد ولا ينقص بدعهم أهل السنة ولما قال بعض في تعريف الإيمان الإيمان المعرفة بالقلب كفروهم وصفوهم بأنهم غلاءة الجهمية أقول هكذا يقول العلامة ربيع حفظه الله لقد بدع السلف عددا من العلماء كانوا من كبار أهل السنة بسبب قولهم لفظه بالقرآن مخلوق مع موافقتهم لأهل السنة بأن القرآن كلام الله ومخالفتهم لأهل البدع بأن القرآن مخلوق انتهى كلامه حفظه الله فالإنسان قد يخرج من السلفية مخالفة واحدة إذا كانت تستحق كما هو من هي السلف الصالح لا كما قال الدكتور الهواري ثم لاعظ أن الهواري لم يفصل وأجمل فلو قال مثلا هناك بعض المسائل لا يبدع صاحبها لقلنا صدق لكن يقول لا يخرج السلف بمخالفة كما يفعله المتعجلون هذا من أبطل الباطش والخطير أيضا أنه بين أن هذا هو فعل المتعجلين وقد علمت أخي المستمع الكريم أن هذا فعل السلف وقول السلف قاطبة فهل هم متعجلون وقد مر معنا في هذا التسجيل أن الدكتور الهواري بصوته يقول الإطلاقات دليل على جهل الإنسان فإذا افترضنا أن الدكتور الهواري لم يقصد لكنه أطلق كما سمعت وكما رأيت فهل يحكم على نفسه الدكتور بالجعل ثالثا يقول الدكتور الهواري وفي الرد على هذا الكلام نترك الكلام للأكابر من علمائنا الأفاضل يقول العلامة ربيع ابن هادي المدخل حبظه الله في معرض رده على الدكتور رحيم الرحيلي فالخوارج الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بقتلهم فقاتلهم الصحابة وقتلوا كثيرا منهم ما كان عندهم إلا التكفير بالحاكمية وبالكبائر من الذنوب فليس عندهم شرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا تعطيل الصفات هذا في كتاب بيان ما في نصيحة الرحيلي من الخلل والإخلال فالخوارج لم يكونوا لهم شرك آنذاك فهل بمنهج الدكتور الهواري نقول منهج الخوارج صحيح لأنهم ليس لهم شرك آنذاك أم نقول منهجهم صحيح لكن عندهم زلل في مكان أو نقول منهجهم صحيح لكنهم يجهلون مسألة معينة أو نقول الخوارج منهجهم صحيح لكن نختلف معهم في الأسلوب لا شك ولا ريب أن هذا الكلام الذي يؤصله الدكتور الهواري في غاية من البطلان والسوء أحسن الله إليكم هذا سائل يقول هل ما يقوم به أحد طلبة العلم من تتبع أخطاء بعض الدعاء وجمعها وإخراجها في أشرطه بحيث يخصص لكل داعية شريطة يذكر فيه أخطاءه وآفواته فهل هذا من المنهج الصحيح إذا كان القصد من هذا بيان الحق وبيان الخطأ فهذا طيب هذا من الدعوة إلى الله أننا نبين الأخطاء لأجل أن لا يقع الناس فيها أما إذا كان القصد التشهي والتشفي من الشخص والتنقص للشخص هذا لا يجوز هذا لا يجوز لا